لقاؤنا اليوم عن صحابي كان لإسلامه مغزى عظيم الله تبارك وتعالى ينزل في القرآن الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون هذا في عرف المتشرعين بيان لدرجات القرب والبعد ليس بيانا لحال المعاملة يعني أنت مأمور بأن تعامل كل خلق الله تبارك وتعالى معاملة طيبة أنت مأمور بأن تعامل كل من أحسن إليك أن تعامله بإحسان يفوق إحسانه بدرجات لأنك أهل الاستفاء من الله تبارك وتعالى لأنك بيان عملي لهذا الدين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه لما ولد في مكة المكرمة ظهر النجم الذي يبشر بميلاده وكان اليهود ينتظرون أن يكون النبي الذي سيبعث في آخر الزمان معهم حتى إنهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج حين كان يدور بين الأوس والخزرج وبين اليهود مناوشات بحكم أنهم يعيشون في يثرب كان اليهود دائما هدفهم أو عملهم طوال التاريخ أن يوقعوا بين الناس وتقوم الحروب ويستفيد اليهود وينتفعون بهذا فلما نزلوا يثرب انتظارا لبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو لنبي آخر الزمان كما ورد في كتبهم أنه سيهاجر إلى هذه الأرض فكانوا يعتقدون أو يظنون أنه منهم فلما كان بينهم وبين الأوس والخزرج في الجاهلية أي مناوشات كانوا يقولون لهم لقد أظل زمان نبي أو لقد اقترب زمان نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود فهم كانوا دائما يتوعدون الأوس والخزرج في الجاهلية أن نبي آخر الزمان حين يبعث سيكون منه وأنهم سيكونون أول الناس اتباعا له وأنهم إذا اتبعوه يبعث بالقتل هذا النبي إذا اتبعناه وفي عقيدته أو في ديانته وشريعته أنه يباح له أن يستعمل السلاح مقاتلا سنقتلكم معه قتل عاد ورم لأنكم في ذلك الوقت ستكونون على غير الدين الذي نحن عليه فهذا أثار في نفوس الأنصار استعداد لهذا النبي فلما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسمع الأنصار به أو سمعت الأوس والخزرج به قالوا نعم هذا هو النبي الذي كان يتوعدنا اليهود به فآمنوا به ولكن ما موقف اليهود هنا يقول حسان بن ثابت رضوان الله عليه وحسان حين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ من العمر ستين سنة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في الثالثة والخمسين من عمره يقول إني لصبي أعقل ما يقال إذا سمعت أو إذ سمعت يهوديا على حسن من حصونهم يقول يا معشر يهود هل ولد فيكم الليلة مولود فنظروا فقالوا لا قال أرسلوا إلى أهل الآفاق من اليهود هل ولد فيهم الليلة مولود فأرسلوا فلم يجدوا ولد بينهم مولود قال ضاعت النبوة من بني إسرائيل إلى آخر الظهر لقد ولد الليلة أو لقد ظهر الليلة نجم أحمد نبي آخر الزمان فمعنى ذلك أن اليهود كان في قلوبهم الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم من يوم ولد لكن الله تبارك وتعالى قد ذكر أن البشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجودة الله تبارك وتعالى يذكر لنا أن نبيه عيسى عليه السلام بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فكان في شريعة بني إسرائيل يهودا ونصارى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان وأنه سيبعث وعلامات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم كما قال رب العالمين تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذا ما قصه رب العالمين تبارك وتعالى من البشارات ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لهم أجران من الثلاثة الذين لهم أجران ورجل من أهل الكتاب من أهل الكتاب يعني من اليهود الذين آمنوا بالتوراة أو من النصارى الذين آمنوا بالإنجيل من أتباع سيدنا موسى عليه السلام أو من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام آمن بنبيه وآمن بي فله أجران أجر الإيمان بالنبي سيدنا موسى عليه السلام أو سيدنا عيسى الإيمان بالتوراة الإيمان بالإنجيل وأجر الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن لكن اليهود ما كانوا على درجة واحدة في هذا القبول لأن اليهود من أكثر الناس تعصبا لماذا حتى إنهم أدخلوا أهواءهم في دين الله وجعلوها دينا لكن الذي نتحدث عنه اليوم كان حضرا من أحبارهم وكان عالما من كبار علمائهم حتى إنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه ماذا قالوا فيه هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل حتى ترجمة نانسي قنقر